ما الفرق بين قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبين قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هل الحديثان بمعنى واحد أو لا الجواب أن بينهما فروقا واختلافا فإن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله مطلقا من غير نظر وأما قوله من أحدث في أمرنا فهذا يقتضي أن كل أمر محجث لا يرد بل ينظر فيه إن وافق الشرع قبل وإلا بوافق الشرع لم يقبل الفرق الثاني أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عام في كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله سواء أحدثه الإنسان بنفسه أم قلد به غيره بخلاف قوله من أحدث فإنه خاص بالمحدث دون المقلد هذا هو الفرق الثاني أن قوله من عمل عملا عام يشمل من عمل العمل محدثا له من نفسه أو قلد به غيره لكن قوله من أحدث في أمرنا هذا خاص بالمحدث دون المقلد الفرق الثالث أن قوله من عمل عملا خاص بالأعمال وقوله من أحدث في أمرنا عام يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات الفرق الرابع أن قوله من أحدث في أمرنا هذا خاص بالعبادات وأما قوله من عمل عملا فيشمل العبادات والمعاملات ولذلك المعاملات الفاسدة كالبيع الفاسد نقول هذا بيع مثلا لو باع بعد نداء الجمعة الثاني نقول هذا بيع فاسد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فيكون مردودا فلفظ من عمل يختص بالمعاملات بمعنى أن المعاملة الفاسدة تدخل في عموم قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ترجمة نانسي قنقر